بسم الله الرحمن الرحيم العمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآكرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور فقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلع وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال زروة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويعدي إلى صرات العزيز الحميد وقال الذين كبروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزة إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أباً لم يروا إلى ما بين عيدهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نقصد بهم الأرض أو تسقط عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوب معه والطير وأعلنا له الحديد أنعماً سابغاة وقدر في الصرد وعمل صالحاً إني بما تعملون بصير ولسليمان الريق غدوها شهر ورواهها شهر وأصلنا له عين القتر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمر لا نذقه من عذاب الصعير يعملون له ما يشاء من معاريب وتماثيل وجزان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شقراً وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليهم الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأقل من سأته فلما خر وتبينت الهن وأن لو كان يعلمون الغيب ما لبسو في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب وفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازيه إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين بقانوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أعاديث ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليز ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو ومنها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال زرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا خزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الكبير قل من يرزقكم من الصماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لا لا هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تأملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتق بيننا بالحب وهو الفتاح العليم قل أروني الذين علاقة به شركاء كلا من هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستعقرون عن مصاعة ولا تستقدمون وقال الذين كبروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الوالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعد القول يرجع بعضهم إلى بعد القول يقول الذين استضعفوا للذين استقبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استقبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الغدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استقبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وعصروا الندامة لما رأوا العذاب واجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجذعون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا ذنفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون قال يوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضروا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون وإذا تتنى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدقوا عما كان يعبد آباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للعق لما جاءهم إن هذا إلا سهر مبين وما آتيناهم من قتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا محشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذب بالحق علام غيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباتل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أدل على نفسي وأني تديت فبما يوحي إلي ربي إنه سمي قريب ولو ترى إذ فدعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتغون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ترجمة نانسي قنقر